سمعنا عن مواقع مجانية كتير تكسبك خمسة دولار عشرة دولار عشرين دولار تلاتين دولار. انما نسمع عن مواقع مجانية اقدر اكسب منها اكتر من مية وخمسين دولار ده الجديد. وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقت النهاردة. هكلمك عن موقع مجاني تماما. في اكتر من طريقة. في حوالي سبعة اتمن طرق يمكن اكتر من كده. تقدر تكسب بهم منه. والموقع مجاني تماما. تماما. حط تحتها مليون خط. وتقدر تكسب منه المبالغ اللي انا بقول لك عليها دي. اكتر من مية وخمسين دولار. وتعالوا نخليهم مية وسبعين دولار. قدامك دلوقتي قبل ما اقول معاك اي حاجة هسحب معاك عشرين دولار من الموقع ووريك باقي السحبات بتاعتي. اه ده يا شباب الموقع اللي انا بكلمكم عليه. ورصيدي حاليا عشرين دولار. هدوس كده على كلمة سحب. وهختار من هنا تقدر تسحب على او بايير او اللي هو مسلا تسحب على. انا هسحب على وبعد كده هدوس على سحب. هنا بيطلب منك العملة اللي انت هتسحب عليها ولا 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 ولا. انا هختار عملة ومن هنا هبدأ اكتب كمية القطع اللي انا هسحبها او الكوينات اللي عندي. كده اكتبت الكمية اللي موجودة عندي اهيه. كمية القطع اللي موجودة عندي. هيسحب لي كان بعملة مية اتنين وتمانين قطعة اللي هما بيساوي عشرين دولار. وهنا هكتب المحفاظة بتاعتي اللي انا هسحب عليها. بالشكل ده وبعد كده هدوس على تم السحب. انا طبعا وانا بسحب كنت بسحب في محفاظة او في المكان اللي فيه توريخ عملية السحب. نعمل كده قاعدة تحميل. بص كتب لك السحب الجديد اهو. عشرين دولار. قبليها سحبت تسعة. قبليها سحبت اتنين وعشرين. قبليها سحبت تمنتاشر قبليها سحبت مية. مية وتمانية من تمنتاشر اتنين وعشرين وتسعة وعشرين. انت طبعا غير الصحبات اللي تحت دي. احسبها انت مع نفسك وشوف بقى انت ممكن تكسب كم من الموقع قدامك هو اثبات سحب. وزي ما حضرتكم شفته في اول الفيديو اثبات السحب المجاني من الموقع اللي سحبت منه اكتر من مية وخمسين او مية وسبعين دولار. بشكل مجاني تماما مش محتاج منك خبرة مش محتاج يكون معاك لابتوب او كمبيوتر ممكن من خلال التليفون مش محتاج منك اي حاجة غير بس يكون معاك الموبايل بتاعك والانترنت وتطبق الخطوات اللي احنا هنقول عليها في الفيديو وتمشي وغاية وتشوف الافضل بالنسبة لك ايه والاسهل عليك ايه اللي تقدر تجيب منه المية وسبعين دولار واكتر من كده كمان لو طبقت اللي احنا هنقول لك عليه. ولي من حضراتكم معرفني ومجرمني قبل كده في المواقع اللي بنشرحها هيبقى عارف ومتأكد من انا بقوله. ولو انت لسه جديد صدقني هتتأكد وهتشوف اللي انا بقوله لك في الفيديو وان شاء الله لو انت ما كنتش حققت ربح قبل كده هيكون الفيديو ده بالنسبة لك اول ربح واحسن ربح ان شاء الله. ويريتي الناس اللي شاركتنا قبل كده في الارباح تشغرفنا في التعليقات وتثبت لنا وجودها بتعليقات تعرف الناس قد ايه. احنا هنا على القناة الحمد لله بنحاول لقدم لك شرحات ربح مجانية بدون راس مال تقدر تكسب منها بكل سهولة. وكل اللي هميحتاجوا منك عشان تشجعني في الان انا استمر قدم لك شرحات مجانية بدون اي راس مال تماما انك تعمل لايك للفيديو تشير في القناة وطبعا لو ليك تجربة اكتبها لنا في التعليق عشان زيما تستفد غيرك يستفيد. اهلا بيكو يا شباب هتلاقي طبعا رابط التسجيل في الموقع في وصف الفيديو وفي اول تعليق مسبت وهتلاقي شرح لو انت لقيت صعوبة في الوصول للرابط الموضوع سهل جدا بس هتلاقي لي موضوع سايب لك فيديو يعلمك ازاي توصل للرابط طبعا بعد ما تفتح الموقع هتلاقي هنا عندك كلمة تسجيل او هتدوس عليها كده هتفتح معك الصفحة دي هتلاقي هنا مكان هتكتب فيه بتاعك اللي هو الاسم المختصر بتاعك هنا الايميل الباس ورد بعد كده هتعلم على اهيوما ان هو يعني تحل الكابتشة بتاعتك تختار البط شكرا طبعا اتأكد الايميل بتاعك ايميل شغال عشان لو جات لك عليه اي رسالة ولكن هو كاتب لك هنا انت مش هتستلم اي رسالة تأكيد لكن انا بقول لك برضو استخدم ايميل شغال تقدر توصله في اي وقت حتى تعمل منه استعادة لو انت نسيت الباس وورد بعد ما بتخلص بياناتك هتدوس على تسجيل ممتاز جدا يا شباب بعد ما بتسجد دخول على الموقع بيفتح معاك الموقع بالشكل اللي انت شايفه ده وركز بقى معايا عشان تفهم الطريقة اللي هتكسب بيها. اولا كده عندك اول حاجة هنا ممكن تعملها بشكل مجاني كل خمس دقيق هتدوس كده على وبعد كده هتدوس على يقول لك اختار الرقم الاقل او الصورة اللي ظهرها برقم اقل هنختار دي عشان دي ظهرها مرتين بس. يقول لي بعد كده هتدوس على هيبدأ يشوف لك رقم ما بين الارقام اللي ظهرت والسحب ممتاز جدا انت كسبت خمسة كوين. نقفل كده. اهو هيقول لي كمان خمس دقيق هترجع وتعمل رول ناوي. يبقى دي اول طريقة وسهلة جدا لانا كل خمس دقيق ممكن اكسب من خمسة كوين في ما فوق والكوين بيتضاف معايا اهو كان معايا تلاتة وخمسين كوين اخدت خمسة بقى معايا تمانية وخمسين. ايه بعد كده بقى الخطوات او ايه الطرق اللي اكسب بيها? عندنا هنا اهي. دي بقى الطرق عندك 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 مشاهدة اعلانات عندك ودي افضل حاجة ممكن تكسب منها الجوبز والوظائف دي ممتازة جدا جدا جدا. مشاهدة الفيديوهات مش موجودة دايما. برضو هشرح لك والاتشالنج هشرح لك والاحالات. نيجي الاول حاجة عند الفوسط دي اللي احنا كنا فيها دلوقتي. دي الفوسط. اللي هي كل خمس دقيق دي الفوسط اللي احنا بنعملها. تاني حاجة ايه? عندك دي حاجة بشكل يومي. حاجة كده بتاخدها هدية يومية. كل يوم كل اقبع وعشرين ساعة تخش كده وتدوس على عشر كوين. بس خلاص كده احنا كده اخدنا عشر كوين. جم معنا تمانية وخمسين نعمل كده عادة تحميل بقى معنا تمانية وستين. شكرا كده انت عملت بعد كده نروح عند ودي من اسهل مشاهدة اعلانات. انا بديك اعلان بيقول لك افتح الاعلان ده لمدة ستين ثانية هتكسب اتماشر كوين ونص. ننزل عند اعلان بس عشان بيخدش من هنا وقت ناخد اللي هو الاعلان العشر سواني ده. هيفتح معاك صفحة اعلان. هتنتظر الشريط ده يحمل الاخر كده. وبعد كده هتاخد الخمسة كوين. طبعا لما يكون الاعلان المدة بتاعته اكبر يكون الربح بتاعه اكتر. المدة خلصت يا شباب. ااكد ان انا بشر. هختار الصورة اللي ظهر برقم اقل. اهو. شكرا انا خدت الخمسة كوين. نرجع للموقع. كان معايا تسعة وستين. عادة التحميل بقى معايا اربعة وسبعين. وهكذا بنفس الطريقة. عشان بس انا مش عايز اطول من مدة الفيديو. هتفتح الاعلان. هيقول لك انتظر الخمس ثواني. اهو. خمس ثواني هيعد معاك صفحة الاعلان. بعد الخمس ثواني بتستلم الهدية بتاعتك ولازم تفضل فاتح صفحة الاعلان. اكد ان انت بشر. اختار الظاهر برقم اقل اهو. شكرا انت خدت الهدية بتاعتك او بتاعك. نيجي بعد كده يا شباب عند ودي من افضل 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 الطرق. اختار اي من اللينكات دي ويبدأ اعمله زيارة وهيرجعك تاني للموقع. وليكن مسلا انا هاخد الموقع ده. يقول لي اكد ان انت بشر اختار الصورة اهي اللي هي ظاهر برقم اقل لس اقل حاجة ظاهر وهي دي. بيقول لي تمام انت كده حلت الكاباتشا. حاولي اهول الموقع بتاعتصار روابط. ابدأ دوس كده على اكد ان انا مش روبوت احل الكاباتشا. اللي فيها العجلة اهو بيقول لي اختار الصورة اللي فيها العجلة. استنى كم سانية دول عشان يحولني لصفحة اللي بعد كده. ادوس على ارجعني تاني للموقع ويقول لي انت استلمت خمستاشر كوين. بنفس الطريقة مع نفس طبعا بيقول لك ده خلاص كده. كمان ساعتين هيبقى متاح لانه بيكون متاح كل اربعة وعشرين ساعة. فخلاص فاضل دي ساعتين على اليوم الجديد. فهيقول لك امن بقى اختصار روابط لكل اللينكات دي. عندك مية وتمنتاشر شورت لينكس. مية وتمنتاشر تاخد بيهم الف سبعمية اربعة وتلاتين كوين. من مية وتمنتاشر شورت لينكس. اه بالنسبة لاختصار الروابط. عندك بعد كده ايه تاني? عندك ودي من افضل برضو الحاجات. ليه بقى? لانها عبارة عن وظائف. الوظائف دي حضرتك بتعملها بتاخد عليها كوينات كتير. ايه بقى الوظيفة اللي ممكن اخد بيها ست تلاف وربعمائة كوين بيقول لك هتعمل تسجيل وتسجل الحساب بشكل كامل. هتكمل التسجيل للاخر. وبعد كده هتعمل للأكاونت بتاعك. تأكد الاكاونت بتاعك عن طريق ايميل او عن طريق الرسالة هتجيلك على الايميل في الموقع اللي انت هتسجل فيه. وبعد كده هتاخد ست تلاف وربعمائة كوين. هتدوس مسلا عليها كده. ادي المطلوب منك في الوظيفة. هيقول لك افتح اللينك ده. بعد كده اعمل داخل الموقع اللي انت هتسجل فيه. وبعد كده هتدي له رقم الاحالة بتاعك عشان يديك ستة الاف ربعمائة اه كوين. ده بالنسبة لوزيفة دي. هنا برضو عندك وزيفة تانية بالف وستمائة كوين. طبعا بيديك الف وستمائة كوين. اعمل وسجل من خلال الرابط ده. شوف على اقل مية اعلان داخل الموقع. يبقى انت هتكسب من الموقع اللي انت هتسجل فيه وكمان هتكسب من الموقع الاساسي اللي مديك الوزيفة. وتبدأ تنفذ الخطوات اللي بيقول لك عليها هتاخد الف وستمائة كوين. قيس على كده كل الوزائف. بس انا عايزك الاول تبدأ بالوزائف والليلة. يعني مسلا ده بيقول لك سجل واعمل خمسة خمسة مشاهدة اعلانات هتاخد تمانين كوين. ده بيقول لك سجل وشوف اه بيتي سي وفوسة هتاخد تمانين كوين. ليه بيقول لك ابدأ بالصغير بالوزائف الصغيرة عشان تديك خبرة وبعد كده تلاقي نفسك بتاع من الوزائف الكبيرة بسرعة من غير ما تاخد منك وقت. ده بالنسبة طيب ايه تاني موجود عندي? عندي خمسين قاسف بيديك عشرة كوين هدية. يعني انت هتكسب مين مشاهدة الانات? وكا اضافة لك كبونس اضافة لك هتاخد عشرة كوين. دي لسه هنتكلم فيها دلوقتي. دي مهمة جدا برضو. اعمل تلاتين هنديك خمسين كوين هدية. اعمل خمسمائة فوسة اللي احنا كنا شفناها في الاول دي. اللي هي في صفحة رقصية اللي هي كل خمس دقايق. اللي هي دي شباب. يعني عدى مننا خمس دقايق. اعمل بقى خمسين مرة او خمسمائة مرة من دي. هتاخد كوينات هدية. اختارنا الصورة ياسب دي عملتها غلط معلش. هي اختار الاقل. انت ونصيبك بقى برضو هتاخد هدية اهو خدنا خمسة كوين كمان. فهو بيقول لك في دي اعمل شغل على الموقع هتاخد بونس هدية على الشغل بتاعك. اللي هي بقى دي مسابقات. بيقول لك مسلا ايه? لو انت عملت الف فوسة هتاخد مية كوين. عملت الفين فوسة هتاخد مية وخمسين كوين. عملت مش عارف كم هتاخد كم. دي برضو زي مسابقات اضافية فوق الشغل بتاعك. يعني ربح فوق الربح. عشان كده بقول لك انت تقدر تسحب من الموقع ده فوق المية وسبعين دولار والمئة دولار كمان. نيجي بقى عندي ودي كاتب لك اهو يعني هي من اكتر الحاجات التي تتكسبك. وانا بحب ببدأ بالسي بي اكس اللي بتاعة استطلاعات الرأي. والبيتلاب دي يعني اه من شركات العروض الممتازة جدا جدا حتى كاتب لك اهو في شركة اسمها دي شركة جديدة ممكن تكون ارباحها مسلا زيادة او كويسة. ادي مسلا كمثال كده انا فتحت حساب في الشركة دي او في ببدأ بقى اجمع نقط داخل شركة الطايمول. مسلا ده استطلاع رأي بيقول لها تاخد منه اه ميت بوينت وتبدأ تعمله صحب. يعني انت بتسحب كل تمانية وعشرين بوينت. لو روحنا كده للكليكس مسلا هو مش متاح كليكس دلوقتي. خلينا مسلا في التاسك. ادي شباب التاسكات. يقول لك مسلا حمل تطبيق اعمل في موقع. هتاخد سبعة تلاف ربعمية كوين. دي لعبة مسلا او تطبيق هتحمله تعمل من الايميل هتاخد ربعمية وتسعين. زي وظائف اللي احنا بتشوفها على الموقع الاساسي اللي انت بتكسب عليه او بتكسب منه. وبعد كده هتديجي عند هيقول لك انت معاك كم بوينت? هتقول لنا معاك تمانية وعشرين. لا يقول لك لازم يعني انا سحبت مية وستة. فانت لازم يبقى معاك عشان تقدر تسحب من الموقع او من شركة يبقى انت بدأت تكسب من جهتين. من الموقع الاساسي اللي انت فيه اللي كاملت فيه عروض ومن شركة وفيه عندك الشركات التانية كل دي شركات برضو شركات محترمة جدا وانا برضو شركة كويسة جدا جدا جدا. يبقى انت عندك مسابقات او اسف يبقى انت عندك مصادر داخلي كتير تقدر تكسب منها من الموقع. انت بقى عايز اشتغل اشتغل مش عايز اشتغل ما تشتغلش انت حر نفسك وقرارك. انا بحاول اقدم لك حاجة صدقة سهلة تقدر تكسب منها بكل سهولة ومجانا. عندك بعد كده اللي هو مسابقات. عندك مسابقة زي لو انت عملت كتير هتاخد اربعين دولار في الاسبوع. مسلا تعالي شوف دي. يعني انت لو كنت اكتر واحد عامل على الموقع هتاخد خمس تلاف كوين. طبعا كلام ده كل آآ آآ آسف كل ستاشر يوم مش كل اسبوع. لو انت كنت في مركز التالي تاخد اربع تلاف معاك لحد المركز العاشر هيديك الف كوين هدية. عندك برضو آآ يعني في مسابقات كمان على الناس اللي بتعمل خمس تلاف كوين اربع تلاف كوين. يعني انت لو خلال مسلا الكام يوم دول خلال الاسبوعين دول او الفترة اللي هم عاملينها عملت شغل كتير على الموقع هتاخد بونس زيادة وممكن والله تسحب لك مسلا كل اسبوعين تسحب لك مسلا مية دولار ميتين دولار كل ده بشكل مجاني بس المهم ان انت تستمر على الموقع. نتواجش بقى تشتغلي يومين آآ الساعتين لها كفاية ده انا تعبت ده انا مفيش لا. عايز شغل مجاني عايز تكسب استمر. والله هتعمل شغل محترم جدا جدا من الموقع. في ناس بتعمل فلوس كويسة قوي من على الموقع بالشغل المجاني بدون راس مال. طبعا دي حاجات انا مش هشرحها. يعني دي حاجات فيها رهانات انا مش بشرحها. انا بشرح لك حاجات المجانية. اللي تقدر تكسب منها بشكل مجاني. في بقى عندك دي دي ناس بتدفع فلوس عشان تعمل تعديل سحابي جو الموقع. يعني مسلا بتيجي هنا وبتعمل في الموقع علشان تعمل تعديل سحابي. وبتنقل الفلوس مسلا وممكن تكسب بشكل مجاني مسلا كوينات وتحولها تعديل السحابي بفلوس. وطه طبعا بيكون على حساب او حسب اه امكانيات الجهاز بتاعك. يعني اللي هو بيستخدم الكارت الشاشة بتاعك والوحدة المعالج بتاعك اللي هو بتاعك عشان يعمل آآ تعديل سحابي. وطبعا بيكسبك ممكن بيقول لك هتاخد اربعتاشر كوين في اليوم لو انت شغال على مية وعشرين الف هش. طبعا كل ما بيبقى اداع بتاعك اكبر والشراء بتاعك اكبر بيكون الربح بتاعك اكتر. ده بالنسبة للميننج. يبقى احنا كده شرحنا كل حاجة. طبعا هتلاقي زي ما قلت لك كده رابط التسجيل في وصف الفيديو وفي اول تعليق مسبت. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليق. هشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.